صدقين يا ردو ممتك بعد كل اللي عملته ده هي ضحية ضحية باباكي ضحية الظروف ضحية تفكيرها نفسه اللي بيمر بظرف زي ده لازم نقف جنبه نحتويه مش نقرأه ونقطعه ونقطعه معاه ليه؟ مسير ربنا والزمن هيكشفولك كل حاجة وهيكشفولها كل حاجة والباطل ما بيكملش على طول بكرة هتشوفي فكري في كل اللي عملته عشانك فكري ان فيه اتنين اخواتك مالهمش زنب بقوا اخواتك بصير الزمن هيجمعكوا تاني ببعض وهتبق انتي المسؤول عنهم وهتربيهم لانه فرق السن بينكو كبير فكري كمان في جدتك ممت ممتك اللي اكيد سنها كبر مش هتعيش لك العمر كله يا حبيبتي ورغم كل حاجة صدقين يا ردو ملكيش غير ممتك حاولي تسامحي مش عشانك ده عشانها عشان ترجعوا تاني تبقوا كويسين مع بعض وعشان انتي ترتاحي بدلا بتفضلي قاعدة حسة بالزنب وخوف وفيش ثقة ليه كل ده بيجي من الكره والغضب مش بيقزي اي حد غير صاحبه موسيقى موسيقى